عيد عمال مختلف في فرنسا هذا العام فالجدل بشأن قانون رفع سن التقاعد لا يزال قائمة مظاهرة مليونية استثمرت الاحتفال بهذا اليوم لتجديد الاحتجاج ضد تعديد القانون وفي نحو 300 نقطة تجمع يهتف الفرنسيون بصوت واحد ضده وتقابله حشود الأمن بالعنف والقمع يوم تاريخي كما تصفه النقابات العمالية والأحزاب الداعمة لمطالبها التي تعتبرها مشروعة ومحقة وفي مقدمتها رحيل الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يسعى لرفع سن التقاعد عامين إضافيين كلنا هنا نرفض أن نحرم عامين من الحياة لا أحد ينسى ذلك لا نستطيع المضي في حياتنا قدما هذا غير ممكن عبارة استقالة ماكرون التي نسمعها في كل مكان لم تعد شعارا لقد بدأت تتحول إلى رغبة وأمال شعبي وجماهري وفي خطاب بعد إقرار إصلاح نظام التقاعد تحدث الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه العام الماضي لولاية جديدة عن تهديئة ومهلة مئة يوم للقيام بمشاريع جديدة محاولا طي صفحة نظام التقاعد ورغم تأكيدات رسمية حول اعتزام رئيسة وزراء فرنسا دعوة النقابات الأسبوع المقبلة لبحث اعتراضاتها على القانون الذي بات الشغل الشاغل للفرنسيين إلا أن غضب الشارع الذي بدأ منذ مطلع العام الحالي تزداد شدته وآثاره السلبية على البلاد يوما تلو الآخر وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي الإصلاحات المزعومة إلى الانتقاس من حقوق العاملين وزيادة الضغوط عليهم